مرحبا اسمي بيسان أنا من غزة وإخنا لسا عايشين وما بين تقرير بتحكي إنه أكثر من 70% من البلد ومن المباني السكنية اتدمرت وتقرير تاني بتحكي إن البلد رجعت 100 سنة لورا وتقرير تالت بتحكي إن البلد بدها 80 سنة لتتعمر بضلهم الناس الناس اللي نزحت من البيوتهم لأكثر من سنة وعاشت في خيام مهترأت وبطل أمام هين فلول أخرى غير إن هما يأما يستسلف جزء من الركام من منازلهم أو يعيشوا تحت هذا الركام بعد سنة من الإبادة وبعد تدمير البلد وين الناس بتعيس تعال 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 إيش بتزحل قوان بتزحل قوان أشوف أقولي شو بتعملوا هان أشوف نتزحلق مبسوطين طيب؟ أه مش خايفين في فتحهان مش خايفين مثلا تقعوا في هاي الشي طب محدش حكا لكم إنه خطرة تتزحلق وفي مكان في ركام مثلا؟ خطر خطر طابلت تزحلق أشوف تشو مراجيح تشو رجيح؟ طب يلا ماشي سلام شكرا بلا حل أطفال غزة بدون حل آه بس منطقة تقدرش ترد عليه بيحكي لك فيش ما رجيح فبتزحلق على ركام البيت السقف جارهم هذا هذا السقف بس هو حاليا اللي ظاهر إلك لأنه ما تبقى من الطابق تحتي على العموم يلا خلا نكمل رحلتنا إحنا حاليا موجودين في خنيونس خنيونس من أكثر الأماكن اللي اتدمرت ولكن يمكن إحنا نقدر نوصلها لأنه خنيونس هي المكان الوحيد اللي فيه اللي انسحبوا منه جيش الاحتلال حاليا إنه فيه الناس رجعوا تسكن فيه بعكس رفح وبعكس شمال قطاع غزة فهي الله طبعا زي ما فيه شكل من أشكال حياة الأماكن اللي الدمرت جزئيا بهذا الشكل أو بهذا الشكل مثلا أو بهذا الشكل هناك في كمان ناس أعادت بناء بشكل قسيط لإغلاق غرفة أو غرفتين من منازلهم في كمان ناس فقدوا كل الركام حتى وأنا بصور شفت هناك ناس بعمروا الله يرضى عليهم الناس التعمير مستحيل في الحرب لأنه ما في معاد بناء ما في طاقة ما في أمان ما في إمكانية تضمن إنه هذا المكان مش هيتهدم مرة تانية بس الناس قاعدة بتسكر غرفة وبتسكر بلدها خاصة لما يكون الضرر جزئي أو قذيفة مدفعية مش دمار كامل زي هيك فأنا ففورة جدا من هذا السعب الحمد لله من هذا يلا نكمل احنا دخلين الآن على حي الأمل هذا الشكل في حي الأمل هيك طبعا هاي المنازل مش مش مسكونة لا مسكونة وبالعكس فيها نازحين كمان من كافة مناطق قطاع غزة حتى لو فيها حرق أو فيها تدمير جزئي أو كذا أنا إلها الآن عشر تيام تقريبا يعد في المكان هذا مكان جيراننا يعني أنا وياهم أهل تقريبا طب بخوفش يعمل مكان والله الساتر هو الله من ناحية بخوفش بخوفش لكن الساتر هو الله شو معت الغرب هان هتحكيم شنتي وأكلي يعني وملابس والمصحة في البقرا فيه طب حكي لنا هل قلت أنت وين بتنام وين بتقعد؟ أنا بنام أنا بنام عن نص لكن هانا النص لقيت فيه مطر والمطر اللي أنا سطينا نعيش فيه مطرة صغيرة مطرت مطرة صغيرة غرقنا هانا أنا جيت أنصب خيمة على أساس أنا بدي أعيش في بيتي البحر ما قدرنا نعيش فيه شوب دبان أمراض حكة كل الأمراض اللي بتصوريها رمل شوب مشاكل في البحر كثيرة ما قدرنا نعيش في البحر خالص أنا قاعد بحاول أأسس أنا أجيب لأولاده مرت أولادي يسكنوا هانا بديت بداية هانا مطرق علي المطرة لقيت أنت في هذي قاعدت فيها لحتى أن أتم تكملة العريشة بعد أن أولادي فيها هيني قاعد في العريشة هذي خلال النهار بتروح هناك في الليل أنا بنام هانا بس يوم ما مطرت المطرة أنا قلت لفراش تبعي وديت وبعدته عن المطر لأنه ما فيش عندي شوادر بدي أدبر حالي بل كل الإخوان يعطونا شادرة وحاجة ندبر بدي كل مرة أنا بنزل وتفاجأ بزيادة من حجم الدمار طب شايف إنه صح الواحد يرجع حتى لو فيه دمار؟ أوه هيك أحسن ليش أحسن؟ بشأن غرض كنا قاعدين بغرب طب ما هي مدمرة؟ دارنا أحسن من أي مكان صح مين صح في فكرة الدرج هذي؟ أبوي دعم شوف الطابق هذا كله نازل تمام مائل ومدخل زي ما أنتوا شايفين هداك السلم الخشبي معمول الآن وطابق الأول اللي الناس سكن فيه لأن التحتاني تدمر كله شجر الحمد لله الحمد لله الحمد لله وبس إحنا الآن في حي الأمل حي الأمل من أكثر الماكنة اللي اتضررت واللي اتدمرت في خنيونس يعني حجم الركام هائل بتخاف لما نشوف الركام طلع كيف شوف كيف طلع كيف الأسقف نازلة كل سجف السجف مغطي على على الطابق طلع كيف الأسقف نازلة طلع كيف الركام ممفتت شوف الأعمدة اللي المفروض مسلحة وقوية كيف نازلة الطوابق قدش خطيرة عن الناس اللي عايشة أو اللي بتمشي في الشارع تحتيها شوف كيف الطوابق اللي هتمطر عليها خلال كم أسبوع وتكون أضعف وأخطر تفضلي نوع الماء يعني أحسن من الخيام وجاي فصل الشتاء زي ما أنت شايف فالواحد عشان أولاده بدي يسطرهم من السقعة فالواحد يعني اليهود يعني مخلوش هو لا مفر لنا باهدلة من الزوح ونزاحنا وباهدلة أو تباهدلنا هاي اللي ضل من كل الدار الغرفة هادي الصالون بس يعني أنا بجهز لسه قاعد فلسه أنا بشتغلي أول يوم يعني أخش الشقة لسه ننظر فانجاز هدا اللي عملتونا همم أنت وين عايش؟ عايش في صف في مدرسة أنا وأم و أخوي آه بس هلقيت بلاك ترجع دعا إن شاء الله اليوم بدنا نرها يعني الليل إن شاء الله إن شاء الله صوت الزنانات الغصف اللي حواليك الشقيقل في الحيطان بكات فراب نفسية ورفة في داري أحسن من قصر بره بالنسبة لي يعني والأولاد يعني عشان السقعة أنت شايف فيه سقعة جاية وفيه عندك مطر جاي فالواحد يسطر حاله من الآخر موسيقى قطلع يا حليلتي موسيقى موسيقى رجوع الأهالي لهذه البنية بعرضهم لخطر شديد. لأن أي قصر قريب أو مجاور، أي تلزات صعبة للمبنى، أي أمطار شديدة أو أمطار دهما نوسم الشتاء أو رياع شديدة بتعرضهم لأنه يسير لهن هيارات لسماح الله في هذه المباني وبالتالي ضرب اللي هي بالغ على أهلنا في إخانيونس في معظم المناطق اللي صار فيها اللي هي هيارات وركان كبير خلال هذا التصوير شفت وعرفت شغلتين رئيسيات الأولى اللي اسمعكها من الناس إنه بيتك قصر ولو كان ركام وأحسن مما تكون نازح ومهاجر ولاجئ في خيمة وإنه مشهد علم فلسطين موجود في كل مكان فيقول ركام في المنازل اللي قاعدة بتمبنى مشهد علم فلسطين بدأنا في حي الأمل والحي اللي موجودة فيه حالياً هو حي بطل السمين في خانيونس ووراي مؤمن الجامع مخترقة المصف منزل ومؤذي لتدميره بس هذا هو الشكل الطبيعي للإبادة هذه هي الإبادة هذا مش قصف ولا تصعيد عادي هذا إبادة والناس وين عايشة عايشة في الركام مع أنه خطر جداً عليها وعلى أطفالها حتى على صحتهم النفسية بتصور أنا مش راح أقدر أشوف بيتي هو مقصوف أنا حالياً ناسحة أنا ما شفت بيتي من سنة بس ما بقدر أشوفه هو مقصوف وأعيش في الجزء منه وأشن كل يوم الصبح غبرته وريفة ركامه الناس أنا كتير قوية بسيق بسيق بسيق